اشتركوا في القناة لانه بكل بساطة لما بديت اتكلم عن الذاكرات وتواصلت مع كينغستون كنت أبغى شركة نقدر فعلا يأنصح فيها الناس اللي قاعد يتابعون وكينغستون يكفي انهم قاعدين يعطونك ضمان غير محدود على ذاكراتهم اعتقد ان لو هذه الشركة مواثقة بجودة الذاكرات الخاصة فيها فما راح تعطيك ضمان مفتوح غير محدود فأكيد هذا راح يكون سبب لاختياري هذه الشركة واني انصح تكون فيها فشكرا مرة ثانية لكينغستون وأما بالنسبة للفايزين الخمسة فهذه هي اسماعهم طبعا احنا راح نتواصل معكم على اساس ننسق كيف نسلم كل واحد منكم جائزة مبروك للخمسة الجائزة الثانية هي الهواوي ميت 8 وأما الفائز فهو وائل الاعتابي وهذا هو حسابه وبالطبع راح اتواصل معه على اساس ايضا تنسيق الجائزة والله يعين مشاء الله كثارة الحين راح يصير شوي حواس في رسال الجوائز وقبل ان نبدأ مع اخبار هذا الاسبوع اذا كنت تبغى نسوي مسابقة في الفيديو القادم عط لايك الفيديو اذا وصلنا ان شاء الله لستة الاف لايك الفيديو القادم راح يكون فيه جهاز جديد راح نسوي عليه مسابقة راح اعطيكم اياه هدية ان شاء الله خلونا نبدأ مع اخبار هذا الاسبوع بالاسبوع الماضي اتكلمت بالتفصيل عن جالكسي 7 والجي جي 5 اذا كنت تبغى كل التفاصيل عنهم لانه راح يعلن عنهم تقييم بعد يومين فاذا كنت تبغى كل التفاصيل تقدر ترجع للحلقة الماضية وتشوفها قبل اعلانوا عنها لكن اليوم طلع خبر او تسربت صورة الجالكسي 7 تؤكد ان المدخل اللي راح يكون فيه هو المايكرو يو اس بي ما راح يكون يو اس بي سي ولو ترجع للحلقة الماضية انا قلت شغلة مهمة بانه رغم كثير من التأكيدات اللي انه قالوا فيها انه راح يجي يو اس بي سي قلت بكل بساطة اقدر ااكد لكم انه ما راح يكون يو اس بي سي وبالفعل هذا التسريب اللي طلع الان يؤكد ان كلامي كان صحيح وانه راح يستمر فيه مايكرو يو اس بي الان هل سامسوك راح تستخدمه مع النوت هذا موضوع ثاني وما زال عن النوت شهرين ثلاثة شور راح نتفاهم بعدين في فيديوهات قادمة ان شاء الله نجي للجي جي 5 نفس الشي طلعت لها المزيد من الصور لكن هذه المرة الصور اللي تربت لها جدا واضحة ولو صار شطحة غريبة في واحد مسك الجهاز وراح يبيع على موقع متجر إلكتروني في دبي طب انت كيف تبيعه وبعدين هذا المتجر عليه شعار المتجر نفسه يعني تحس ان المتجر له علاقة في الموضوع لانه اكثر منتجات ما يكون عليه شعار المتجر ايش قاعد يسير هنا بالضبط ما انا عارف على كلام في مجموعة من الصور اللي طلعت لتصميم الالجي جي 5 تأكد بنا راح يكون كاميرتين خلفية وهذا تصميم الالمنيو اللي امامكم وبصراحة تصميم مبدئيا يا اخي موب زي الجي 4 لانه يمكنني افضل الجي 4 لكن انا متأمل بانه في الواقع راح يكون افضل لسبب انه غالبا اغلب الاجهزة في التسريبات تكون صور التسريبات ما تكون مره رهيبة بس لما شوه في الواقع تكون افضل شوي فهذا يعطيني شوي امل لكن السيب الاضافة اللي تسرب للإجي جي 5 هو عن البطارية نعم في تأكيد امامكم ان القطعة اللي بالاسفل تقدر انك تفكها وبالتالي توصل للبطارية برغم انه الجي 5 راح يكون بالالمنيوم الا انك تقدر تفك البطارية وهذه ميزة استغلت عنها منافزتها الكورية سامسوك لانه شركتين كورية يتنافسون يعني مسوين ما يدري زي اليانو النصر الى هالي الزمال اكتران ما يدخل في الكورة فرجعنا لا ينقل بالكومنتز كورة ما يدخل بس مجرد مثال بعد يومين وتحديث في 21 فبراير سامسوك راح تلع عن جالكسي اس 5 واجي راح تلع عن جي 5 بس في شركة ثالثة ما تكلم عنها في الحلقة الماضية راح تلع عن اللي هي هواوي و راح تكشف عن ال P9 لانه ما كان فيه اي صور وصراحة اهني هواوي لان هذه السنة عندها اجهزة مرة كثيرة بس ما حد قدر يكشفها فمثلا في جهاز بقلم راح تلع عنه هواوي ما حد يدي ايش وناس يقولون لابتوب وناس يقولون جهاز منافس للبرو سيرفس ويلا ام ومعروف حتى جهازهم ال P9 ما طلعت لصور اول تسريب صورة طلعت له هو امس تقريبا والصورة الموجودة امامكم الجهاز راح يتوفروا من مجموعة من الالوان وفي تأكيد بانه راح يكون بالألمنيوم ووصمة بالخلف وكذلك راح يكون هذي مرة بكاميرتين خلفية اتمنى انه فعلا هذي المرة يقدمون كاميرا جديدة باداء عالي جدا وحتى افضل من الميت ايت ليش لا طيب تتذكروا شركة اسمها ون بلس ون بلس هواوي ما طلعت ون بلس ون سوت ازعاج مبطبيع على مدار السنة كاملة مع ون بلس 2 طلع تكلموا في الناس شهر شهرين طلعت هجهزة كثيرة نتكلم عن هجهزة LG وسامسك وبقية الشركات والناس كلهم من نسوا ون بلس ون بلس الان تعامل على ون بلس 3 واللي ممكن تعلم عنه في اي وقت خلال الشهرين او ثلاثة اشهر الجاية وهذا اول تسريب طلع له التصميمة انكشف ويبدو بان الصور رسمية وبصراحة لو تبغون تسألوني شخصيا انا ما استبعد ابدا ابدا انه تكون الشركة نفسه هاي اللي طلعت الصورة بطريقة او باخرى لانه ما حد قاعد يتكلم عن هاتفها بس قبل اتكلم عن شطحة LG راح انتقل للآيفون 7 وبالآيفون 7 قالوا بانه السماعة اللي راح تيجي معاه راح تحصل على اكبر تحديث خلال الخمس سنوات الاخيرة السماعة راح تعمل بالوايرلس وممكنها تدخل بمدخل الشاحن اللي هو العادي لانه راح يستغنوه عن مدخل الهيتفونس بس مو هذي اهم ميزة قالوا انها راح تجي فيه اهم ميزة قالوا راح تجي فيه انها راح تكون فيها عازل الضجيج لكن الان يقال بانه الشركة اللي تشتغل معها ابل ولي تصنع سماعات ابل ما تقدر فعليا انها تصنع حاليا عدد كبير من السماعات فيها هذه الخاصية لهذا يعتقد بأن الآيفون 7 السماعة اللي راح تيجي معاه ما راح يكون فيها ميزة عزل الضجيج أو مانع الضجيج بل ممكن هذه الميزة تتأجل وتيجي مع الآيفون 7S لما تكون هذه الشركة اللي تتعامل معها وتتعاون مع أبل قادرة إنها تنتج هذه الميزة لكمية كبيرة من السماعات وأخيراً راح نتكلم عن شطحة LG LG لما تعلن عن LG 5 بعد بكرة في مؤتمرها راح تعلن عن مجموعة من الإكسسوارات واحد منها كفر وفي بروز غريب بالخلف الصورة مبواوحة نعم فيها نويز عالي ومبواضح ما ندري إيش هو بالضبط بس الأقرب قال إنه ممكن تكون بطارية إضافية إذا كانت بطارية إضافية وكان هذا تصميم الكفر بطارية إضافية أقدر أقول يازين كفر أبل اللي الكل انتقد بما فيهم أنا بس من خلال الأزرار والشغلات اللي فيه ممكن إنه ما يكون بطارية إضافية ما أعرف إيش ممكن يكون هل هو لا علاقة بالكاميرا بحيث أنك يعني يسير كأنه كاميرا خصوصاً فيه كاميرتين خلفية وكان فيه أزرار إضافية كأنه للتصوير أو ما أدري إيش بالضبط ففيه احتمالات كثيرة أتمنى إنه ما يكون كفر بطارية إضافية لأن تصميم ما يهيئ لهذا الشي بس لو كان شي لا علاقة بالكاميرا أنك تقدر تمسكه زي ما سوها شركات سابقاً لنوكيا تقريباً راح تكون فكرة حلوة هذه الحلقة 64 لا تنسى سبسكرايب ولايك وإنشر الفيديو إذا أعجبك أنا أدهم وشوفكم في فيديو القادم ولا تنسى لايك عشان نسوي مسابقة الفيديو القادم مع السلامة